فهذا التطبيق لحتى يساعدك انت كيف تحسن العمر بالطريقة وتمد معك بشكل اطوال السلام عليكم ونحن اطلاح اياكم الله واسعد الله ووقاتكم بكل خير وعلى رب دايما تكونوا بألف خير بداتك خلونا وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم يجدكم فيديو مميز غير كل الفيديوهات فيديو بساعدك لإطالة عمر بالطريقة الموبايل كيف يتمزلك؟ يتمزلك عن طريق هذا التطبيق اللي بديحط لكم رابطه بصندوق الوصف هذا التطبيق يساعدك على إطالة عمر الضطرية وتحسين اداءه بشكل علمي ما بدي اطول بالمقدمة اذا كنت اول مرة بتشاهد الفيديو بدنا تشتركوا القناة وضغط على زر اللايك اذا عجبك الفيديو لان اللايك ويساهم بالتشارة الفيديو بشكل اوسع خلنا نروح نشوف الشرح العملية يلا نبليش مثل ما شايفين هذا هو التطبيق بعد ما تضغط على الرابط اللي بديحط لك بصندوق الوصف نضغط على كلمة تثبيت مثل ما شايفين تضغط على كلمة فتح لياخذك على التطبيق تطلع لك صفحة التطبيق بهذا الشكل حماية صحة بالطريطك عن طريق العلم يعني يحملك بالطريطك بشكل علمي قم بتحسين عمر بالطريطك 200 بالمية بالشحن فقط الى 80 بالمية يعني هو بنصحك تشحن لحد 80 بالمية كما شايفين قم بالتجربة الآن قم بالربط منبه الشحن عن طريق تحريك الالات الزرقاء هذه الالات الزرقاء أريد يشحركم ايها كيف تعمل ونبه لنسبة معينة بالشحن الشحن هذه تقوم بزاعة عمر بالطريطك الى 211 بالمية طبعا هيك عبقول اللي صمم الموقع التطبيق مقاراة بالشحن الكامل فقط يعني نستكشف السعر حقيقي بطريطك كاتبنا هون كل مرة يمر فيها جهازك بدورة شحن بطريطك تنهيك أكثر يعني كلما شحنته انت بالمية بالمية البطارية تتعب بيقل بيقصر عمرك فهذا التطبيق لحتى يساعدك انت كيف تحسن عمر بطارية وتمد معك بشكل أطوال يعني يتم تحسين تحليل أداء بطريطك كلما استعملت هذا التطيق لمدة أطوال انتهت المعايرات نغطع كلمة صح هذه المعايرة بولاية الفيديو كان يعلمنا شو نعمل وش نسوي كما شايفين هذا اول ما دخلت انا على التطبيق يعطيه نسبة الشحن 62% يعطيه بطارية على 62% بيحدد لك واني كم ساعة بيضل معك بطارية وعمر بطارية التقريبية يعطيك كل الأحصائيات فانت شو بتعمل بها الحالة بعد ما نتخلص من قائمة تفريغ الشحن نروح على الشحن يعطيك تنبيه الشحن اسحب المتحكم الأزرق لتعديل منبه الشحن اسحبها إلى اليمين لإيقاف تفعيلها قم بتجورة السحن الآن لتكتمي كيف نقوم بها لها؟ هذا يعطيك تنبيه لنسبة الشحن اللي انت بدك يعطيك المنبه للتسعين متما شايفين أنا عم بسحبها هيك تعطيك النسبة ويعطيك نسبة الإنهاق بالطارية الشحن 81 يسبب 0.17 اذا رفعته قسة شوي الشحن 80 يسبب 0.15 يزود شحن من الانتهاق اذا شطيته فوق نلاقي صار الانتهاق اكتر يعني يسبب 0.89 اذا عملته للمية بالمية فبهالحالة نحنا منثبته على نسبة الشحن لحد 80 بالمية مثل ما نصحنا المهندس اللي عمل التطبيق فتكم بشغلة نحنا لما منفعل هذا التطبيق نلاقي صار عنا بشريط الإشعارات مثل ما شايفين هنا نكتب لك كم ساعة باقي للشحن وقديش معدل الشحن بالميلي اشترك وكله كما شايفين انا كنت معير الشحن على 80 بالمية الان صارت 79 بالمية صارت 80 بالمية لما صارت 8 بالمية لان تم وصوله لان اخفاء للصوت لانتصوير تم الوصول الى الشحن ورجاء نقوم بفصل الشاحنة ليس ان انا معيره على 80 بالمية لان تطول عنه البطارية بشكل اكبر هنا نروح على صحة البطارية يعطيك صحة البطارية 86 بالمية يعني البطارية بجهازها هو بناء على جلسة 1 مع 42 بالمية شحن ل ألف وأربعمائة وسبعة ميلي أمبير بالساعة يعني 1.407 ميلي أمبير بالساعة هنا أخبرك أنهاء البطارية وهو ساعة البطارية المهم أني هنا يحددك نسبة صحة البطارية وانت تصير بقى بتواقب صحة البطارية مع الأيام إذا تحسنت أو لا اكتبوا لي بالتعليقات أنت بك فقط نزلتوا هذا التطبيق وبعد أسبوع يعني مثلا أسبوعين صحة البطارية إذا ترى تحسنت فعلا أصوت لكم اللبحة عنه لهذا التطبيق وإن شاء الله سأسأمع عنه فيديوهات قادمة إن شاء الله بالفيديوهات الجاهية أتمنى أن يكون أعجبكم هذا الفيديو ولا تنسوا من الاشتراك واللايك تحياتي جميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته